بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي على شرح الجديد على قناة مورال التقنية إذن أصدقائي في هذا الشرح الجديد سوف نعمل إطار في سكام أنا لا أدري الاسم الخاص به يعني اسم هذا الإطار يعني أحد المتابعين قال لي هذا هو اسم الخاص بهذا الإطار أصدقائي إذن في هذا الشرح سوف نعمل على هذا الإطار إذن أصدقائي لكل شخص أول مرة يشاهد قناتي فأدعوك تطيق الاشتراك بها مع تفعيل زراء التنبيهات بها للتوصل بكل جديدنا على الفرنشرة إذن لكي لا أبتلع لكم في بعدة الإنترو ونوصل لكم أصدقائي الشرح أصدقائي قبل تطرقنا لهذا الشرح أريد أن أقول لكم لأي شخص أصدقائي منكم لا يعرف طريقة اختصار الرغبات التي أضعنا أو لا يعرف طريقة يعني رفع ملف بالبيع البيصلة فلي يرسلني خاصة على الواتساب أو الانسيجرام سوف أجيبه فورا أصدقائي أصدقائي الآن نتوجه إلى تطبيق البيكسل لاب إذن أصدقائي رابط هذا المشروع على الإطار سوف تجدونه أسفل المقطع أصدقائي تضغطون على ميب خودت ثم تفتحون المشروع الذي سوف تحملنا أسفل المقطع وتغيرون أصدقائي على الكتابة بشكل سهل وإذا أردتم أصدقائي أن تغيروا للألوان فإنطلاقا من هذه الأيقونات قموا بالتغير على الألوان أصدقائي كما أردتم وإزالة هذا اللوغو ووضع اللوغو خاص بكم أصدقائي هناك الآن أصدقائي سوف نتوجه إلى تطبيق الكينماستر أصدقائي eu راتعي دارلي سوف نتوجه على الاردete بلوط شويقية اهربام تحيد التنقائي ولدارلي سوف نتوجه إلى تطبيق الناس وكلما استدم لتش Brotherปورين وكر بس أصدقائي أبو أوه Syria شعبال قتالة في ر pink شعبال ق album دارلي سوف نتوجه إلى دارليس تنقائي Blow the daddy وش نتجه إلى أصل وبرفور这是 شعبال قتالة في رمجانع ور mobح Interior اشتركوا في القناة 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 شكرا في القناة اشتركوا في القناة